موسيقى حالما انتشرت أنباء زلزال يوم الجمعة في المغرب جاءت عروض المساعدة من جميع أنحاء العالم وكان لافتاً موافقة السلطات المغربية على عروض الدول الأربع وهي قطر والإمارات وإسبانيا وبريطانيا من بين ستين دولة أو سبعين دولة أعلن استعدادها لمساعدة المغرب وحسب المستبعين أن المغرب كان منتظراً منه أن يرفض بشكل مباشر مساعدات الجزائر في حين تجاهل العرض الفرنسي مما أحدث ضجة إعلامية على الصعيدين المغربي والفرنسي الشيء الذي جعل الرئيس الفرنسي يخاطب الشعب المغربي مباشرة اعتبره الإعلام المغربي أهانة بالملك وللمغرب وسقطة كبيرة في الأعراف الدبلوماسية وذهب بعض الآخر إلى أن خطاب ماكرون هو ممتابة اعتبار المغرب مستعمرة فرنسية كباقي المستعمرات الأفريقية في الجانب الآخر من الإعلام الفرنسي اعتبر هذا الرفض هو بمتابة تسييس للأزمة ليس إلا لكن الملفثة للنظر أكثر هو أن المغرب لم يرفض عرض إسرائيل ولم يقبل بها على الصعيد الرسمي لكنه بالمقابل تغاضى عن تواجد جمعيات إسرائيلية صهيونيا بل حتى تواجد رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط فما هي أبعاد ودلالات هذا التواجد الإسرائيلي؟ وما هي الرسائل التي آرادت إسرائيل توجيهها للمغرب؟ وكيف تم استغلال هذه الفاجعة من طرف الكيان الإسرائيلي؟ لمناقشة هذا الموضوع نرحب بضيفنا الدكتور أحمد وحمد رئيس المرصد المغربي لمنادة التطبيع بداية دكتور كيف ترى موقف المغرب من العرض الإسرائيلي حول مساعدة المغرب في هذا الزيزان؟ بسم الله الرحمن الرحيم وبهنا ستعين تحية لكم ولمشاهدكم الكرام سعب الوافي نزدد الرحمات على أرواح الضحايا الزلزال ونتمنى أن يرتقوا إلى مصافي الشهداء نتمنى النطف الكريم للمصابين والجرحى ونتمنى من الجميع أن يبدو للهوك لكي نطيب نظار هذه المصيبة على المنكوبين الذين أصبحوا بلا مأوى وكما يقول المغاربة بين عشية ومضحها الله كريم بالنسبة للسؤال حول تعامل المغرب الرسمي الدولة والحكومة مع التسلل والمخاتلة الصهيونية لاستغلال الأزمة ومأساة الفقراء المغاربة في أعالي الجبال فهو موضوع شائد جداً لا فيما إذا قررناه بما اتخذه من مواقف قوية ومحقة لزاء التجاوزات من قبل الدولة الفرنسية فإذا كان المستوى المبدئي هناك نقاح وهناك آراء مختلفة حول التعامل مع المتعادات المعروض يعني أممياً ومع دول كثيرة ولماذا تم الاقتصار على أربع دول فقط إلى آخره هذا نقاح لا نريد أن ندخل فيه الآن لأنه ما يدان وقت الإسعاف ووقت الإغاثة ولم نصل إلى وقت المحاسبة وعند المحاسبة هناك كثير ما يقال لكن على السريع تفاعلاً مع ما طرحتمه فهو يعني موقف متخاذل وموقف ذليل وموقف يبعث على القرى أقل ما يمكن أن يقال عنه وموقف يعني يؤكد للأسف تلابيب أمراً واقعاً يعمل الصهاين على تكريسه وهو أن السيادة الوطنية للمغرب أصبحت منقوصة وأصبحت مرهونة بإملاءة تلابيب فالصهاين لم يرخصوا لم يكن كيانهم ضمن قائمة الدول الأربعة المرخصة ومع ذلك أصروا على أن يدخلوا كما يقول مغاربة تثباتهم وللدعاية والكروباغندا الإعلامية الرخيصة التي عملت على استعلان المحسات ورأينا الهجري وسلقوت جوفرين الذي اغتصب المغربيات ودنس ومرغ شرف المغاربة والمغربيات والمغرب كله في الوحل يعاد إلى المغرب رغم أنفنا ورغم أنف الشعب المغربي ورغم أنف الدولة المغربية ومع ذلك يقبل أن يكون ممثلاً لكيانه الإرهاب هنا رغم أنه مرفوض مبدئياً ومع ذلك فهو يواصل ما يؤبر عنه بعظمة لسانه بأنه ليس أنه يهد المغرب فقط وإنما كما قال بعظمة لسانه يتعمد إهانة المغرب ويتعمد إهانة ملك المغرب قال هذا ونقلته عنه مستشارته الخاصة شاما درشول في أكثر من مكان وفي كتابه الذي هو قيد الطبع والذي نشط حلقات في المدة الأخيرة على موقع بهموت كتبت هذا وأعادت كتابته عدة مرات وما حضرت حوله يعني خطأ الدبلوماسية هي تعتبر خطأ ولكن نحن نعتبر خطئة وجريرة الدبلوماسية المغربية التي اختارت أن تفرط في السيادة الوطنية أمام الصهاينة يعني حضور صهاينة في الزهد الإغاثي بالبروباغاندا هو إدانة للدبلوماسية المغربية إدانة للبوريطية التي اعتبرناها أحضر مراحل أعتبرناها أعتبرنا الجفرينية يعني فرض الأمر الواقع على السيادة الوطنية هو أحضر مراحل البوريطية أي السياسة العمومية على موقع وصنع القرار الدبلوماسي والسياسة الخارجية في المغرب نعم كيف في نظركم دكتور استغلت إسرائيل هذا الزيزة الذي وقعت في المغرب؟ استغله كما قلنا لمحاولة قبيض الوضع البشع للبيان الصهيوني الذي لا يعرف إلا التدمير والقتل والإرهاب والاغتصاب والاختطاف والتعديد واغتصاب ممتلكة الناس وهدم المنازل على رؤوس شاكنيها ومنهم المغاربة في حارة المغاربة الذين قتلوا منهم الكثير وشرد الكثير في حومة كلها هي حومة المغاربة على متفى الصفر من المسجد الأقصى وكذلك بالنسبة للطفلات المغربية الشهيدة التي قتلوه التي لائقة قتلهم جيش الحرب الصهيوني قبل شهور فقط ومنهم حلال ريفي التي لا يزيد عمرها على 13 سنة حلال ريفي الثمثماني وكذلك بنات خنساء المغرب في فلسطين دلال مغربي بناتها الثلاثة القولق شقيقة القولق وزوجها الذي اجتهد معهن ولم تخرج إلا هي وابئ وطفلها الصغير عبد الله بعد ست ساعات تحت الأنقار هذا هو الكيام الصهيوني القاتل الفاشي الناجي الأبرطايد العنصري يعني تساهدنا كلنا ماذا قال رئيس المتدسابق قبل أسبوع أو أقل من أسبوعين فقط على أن هذا النظام في لبيب هو نظام الفضل العنصري نظام الأبرطايد هذا مدير مخابرات الصهيوني يقول هذا الكلام ويأتي هؤلاء البراحة من المغرب هذا الطابر الخامس كيبرحوا بالكيام الصهيوني مع أنه مرفوض هذا الحضور شعبيا ورسميا كذلك مرفوض رسميا ونجد من يبرح من لا يتوقف عن البروباقاندا والترويج لهذا الاختراق الصهيوني الأرعن والضغيط والمدان كان القول اللي كيبرحوا به ولكم تتذكرون تغطية أو يعني برنامج من برانج ما يسمى ببرلمانكم إنبارة واحد من البرحات كذلك كذلك وكذلك واحد من الذين يدعون ينفحلون طفة العضوية في القطرة المالكة ويتبجح بأنه يتواصل معه الخادة الصهاينة من مستويات العليا لأنه مناقشة أثار الزلدات ويتشاء العالي القادير أن هذا المنتحي صفة القرابة للمالك يرقصه في نفس أيام الحداد مع الشوات الجنسية في التلادي هذا كله نشرناه ورصدناه في المنصد المغربي لمناهضة الطبيعة وننتظره ماذا سيفعل السلطات المختصة وبعتنا بأسئلة مباخرة إلى كل من وزير الداخلية والوزير الكاريجية ليذيبوننا نحن ننتظر ماذا ينشفنا عن هذا المشيط ينصر لعلك أستاذ تعني المسمى محمد العلوي الذي أخذ صفات ناشط جمعوي نعم لقد جمعت نشوفوا هذا الفيديو إن شاء الله ونرجعون للتعليق عليه الملكية المغربية أهلا بكما ودعوني أنا أبدأ معك أستاذ محمد لتحدثنا أكثر عن الأجواء هذه في المغرب الأجواء الصعبة أولا أعزي جلالة الملك محمد السيد صلى الله ومن أبناء عموماتينا الأشراف العلويين بالمغرب وكذلك أشكر الدولة الإسرائيلية على رأسها رئيس الحكومة الإسرائيلية ورئيس الكنيسية الإسرائيلي أمير حنال من أصول مغربية وكذلك وزير الخارجي وكل المسؤول الكبار في الدولة لأنهم كانوا صباقين لأجل مساعدة المغرب والوقوف معه في هذه المحاولة ولكم من هائل الدول الصديقة بتاع المغرب على رأسها إسرائيل يعني أنا تصلب مسؤولين إسرائيليين منذ الفجر تصلب اليوم بوقوع الفاجعة هم الطائرة موجودة والجيش الإسرائيلي موجود وكل المساعدات سألوني حتى شو يلزم بهذه المناطق يعني سألوني شو يلزم يعني من المواد غدائية من أدوية من أجل مساعدة أو يوم أمس كنا في صلاة بالمعبد اليهودي بالقدس أرشاليم شيري دافيد وكانت هناك صلاة ودعاء من كبار الحاخامات بإسرائيل للشعب المغربي ولجلات الملك إن شاء الله هذه المحنة ستزول مع الوقت ولكن المشكلة هو المناخ والتضاريس هي صعبة على فرق النقاد صعبة جدا وبدعمكم إن شاء الله تمر هذه المحنة إن شاء الله نعم عفاسي الصحف المغربي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا 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 لك الكريمة أستاذ دكتور هذا 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 الفيديو قطع في بدايته وفي نهايته ادعاءه الانتفاب لأسر المالكة وصححة لهذه التي استجوابته نحن لدينا الأصل في المرتب المغربي اللي مناهده تطبيع أصعب أن يصحح لها ويثمم لما قدمته بأنه ناشد جمعوي من الأسر المالكة أضافه هو الحاكمة الأسر المالكة الحاكمة فهذا هذا الشخص هذا معارف نجا هذا الشخص هذا الشخص هذا الشخص هذا الشخص هذا تأتي فيديو المغربي الحاكم نعم هذا الشخص هذا هذا الشخص يدعي انتتابه للأسر الحاكمة ويدعي أنه يتحدث باسم الأسر الحاكمة ويتصلنا به فبأي صفة ما مهدي صفته في الدولة المغربية لكي يتصل بها رئيس الحكمة والجيش والصهيون وإلى آخره ثم ما معنى حديثه هذا هذا الفيديو بتحديته ونحن عندنا في المرصد دوائر الرصد في المرصد المغربي لنا كل أنصفته هناك ومنها رقصه مع الشواج جنسيا وإصراره على حكر أمير أحنى زعيم الشواج في الكيان الصهيوني رئيس الكنيسة الصهيوني والذي وصل إلى ما وصل إليه بصفته رئيس مجموعة الشواج جنسيا داخل حزب الليكوت فكيف يلطق هذا الشخص الشرفاء العلويين ما عرف الشرفاء العلويين التفيل لك دبا ملي سمع هات شي وش هدي صغر العلويين أنا من من منطقة أنا ولتفيل كذلك كيف ما معنى هات شي هات جمعية ما يتم بملاي علي الشريف اللي أسسوها وأشرفوا عليها الصهيين ومنهم رئيس ما يسمى بالطائفة اليهودية في مرة تشتادوش لكي يشتغلوا بها ويشتغلوا اسم العلويين واسم الأسرة المالكة ها فين وصلنا الآن أن الصهيين بدأوا يخربقوا حتى داخل الأسرة المالكة بدأوا وطلوا وانا تحدثت الشهر كله على ما رصدناه ونشرناه وعممناه في بلاغة الرصد المرصد حول إدعائهم بأنهم شركاء في العرش المغربي يدعون أنهم شركاء وهناك أميرة مزورة ترفع ضد الدولة المغربية على أنها وعمرها سبعين سنة على أنها ابنة الملك الراحل وبالتالي هذه هي نعم هذه الجين بن زاكين تدعي أنها بنت الحسن الثاني وبالتالي فهي شركة في العرش ولذلك حركوا في وقت معين لك تذكره تصت مساواة الرجل والمرأة وأن الدستور المغربي مناقض للمواثق الدولية لحقوق الإنسان لأنه يميز بين الذكر والألثى وعلاش ما تكون ولية العهد المرأة وعلاش بالتالي وفق هذه المنطقة وعليش ما تكون هي الملك السادس هذا هو اللي يخدمين فيه باع لأنه بشوية بشوية يدخلوا هذا هو الخدوة بشوية حدو صناعة حدو المال والأعمال بحاجة لهم في الذاكرة ومتصبوا جمع في الذاكرة اللي تقلق التاريخ والذاكرة والذاكرة بكل هوا هذه النقطة دكتور تحيلني إلى واحد سؤال ما هي الأهداف الحقيقية التي يسعى من ورائها كي ينصيوني ليس فقط لمساعدة المزعومة ولكن الأهداف ككل الهدف الرئيسي ما هو؟ الهدف الرئيسي في فرض أنفسهم رغم أنهم غير مرخاطون وفرض أنفسهم بهذه الأشكال المسيئة حتى للدولة وللأسرة المالكة نفسها لفلطخها مع الصهيان الشامل ومع السيد الجنس ومع كذلك ربط العلوين والأسرة المالكة بكل هذه المسيئة كلها للتميع وليبتدال الدولة المغربية ورأس الدولة المغربية هذا هو القصد ولفرض أمر واقع ما هو؟ فرض أمر واقع أن الرباط أصبحت تحت إملاء التلبيب وإلا ما معنى أن ينزل مدير مكتب الاتصال الصهيوني المجريب مقتصي بالمغربيات دون غيره من الصفات عشرين مئة وتسعين سافير واللتحال بوحده هو اللي غادي ينزل رغم أن في السلطة حتى رغم أن في الدولة ما كذا رغم أن في التعب الذي يرفضه تطبيع بكل أشكاله رغم أن في الدولة التي اخترت أن تكون قائمة دول مرخطة حصرية في أربع دول ويذهبه وقبل المالك نفسه وقبل الوزراء إلى مراكش ويتجول في شوارع مراكش ليقول بأنه القرارات السيادية المغربية لا تسرع على السياس الصهيوني نحن أطحاب السيادة ولذلك طلوقت لكم اللي فاتذة بالاقتصاد والمال والأعمال والإعلام والفن وعزفوا الناشط الصهيوني العسكري في مصرح محمد الخانيس ولو دابا يقولوا المغرب أرض يهودية يقولوها ما قد قلوش كي يحديوها إلى آخره الآن وصلوا للدولة خاص دابا يبدووا يضربوه بالدولة بسوية بشيحة يدخلوها بكما يدخلوا بسوية يدخلوا دابا إحنا وما ينرسلوا في القطعة كلها دابا هو مبدو في الدولة دابا العرش راحنا شركة أفين نحن رفعين الدولة إسرائيلية ترفعوا دولة على أنها أميرة أختلوا محمد السادس وبالتالي فالنقاش علاش ما تكونش هي ولية العهد أو لا ما تكونش مالكة لأننا عندها سبعين عام هيكبر من المالكة أفين وصلنا الآن؟ أشترك أنك هنقول من زمن أحنا وصلنا له الآن؟ واش غادي مازالين تبهون لغادي صافيمة؟ يعني لأنه أمام ما يجري من حق قوفرين يقول أنا أتأمد إهانة الدولة المغربية لأنه أصبحت إهانة الدولة المغربية استراتيجية استراتيجية ما فيها لا تخطأوا في الحساب ودروا واحد العامل اللي يمكن التعتبر إهانة لا مخطط عن سبع إسرائيل على أن الإهانة للدولة المغربية مقصودة ومخططة ويتأمدها وفعلا لأنه العودة دياله في حسي ذاتها هي إهانة للدولة المغربية وإلا واحد غطاط في المغربية وشووها المغرب والمغاربة ومرغ الشرف ديال المغرب في الوحل ويرجع ويرجع المنصيب دياله هذا إهانة ما بعدها إهانة ولكن من لك يتطرحها تشتيع المسؤولين لمغاربة بوريطان أعين نفسه ضد على الأعرف والبروتوكول الديبلوماسي أعين نفسه سافير ولذلك نسميه محنوك سافير رغم أن في الربا وكما سمته المستشارة دياله لذلك سمته سافير التحرش الجنسي لأنه فضحهم بشوها الله سافرا للتحرش الجنسي والشدود الجنسي يرعى شبكة السواد جنسيا ونشرنا تفاصل عن هذا الموضوع والأجندة الصهيونية في نشر شدود الجنسي في المغرب وإذن لما طرح الأمر على وزير الخارجية فلا تعليق نوطنون ما قدرش حتى يعلق نفس الشي بالنسبة اللي تغتصبوا المغربيات وما التطبيحة وولا كل شي كي يهدر علينا وكي يضح علينا العالم كله والخصوم والأعداء والإعلام يعني وولينا شوها؟ تطرح السؤال على الناطق الرسمي باسم الحكومة بيت بات فهذاك اللقاء الأسبوع اللي كي يدير تطرح 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 مدير مكتب الاتصال المغربيات اللي وليت شوها ولا كي يضحك علينا العالم كله أجابها في تواني لم نناقش الأمر في الحكومة حتى المناقشة ما قدوش ينقش هذه المصيبة وبالتالي فهذا الزلزال أشف عن فضائح ومن ضمن هذه الفضائح وعلى رأسها كلها هذه الفضيحة فضيحة الكيام الصهيوني وفضيحة فرض إرادته وفضيحة دهسه للسيادة الوطنية بحيث فضح المسؤولين وأبانهم على أنهم يفرطون في السيادة الوطنية وبالتالي فهو مطروحة مشروعيتهم من الأنفط إذاً إذاً ما قد دينش يحميوا السيادة الوطنية غاديوا اللي والمغربية ترحوا السؤال هلهم أهل لأنهم يمثلوا المغربة نعم إذاً أستاذ أو دكتور أحمد وإحمد هالتدنيس الشرف المغربي إهانة السيادة المغربية كيف تواجه في نظرك؟ تُواجه بأن أن يُطرد ما كان عليهم أن يجيء أصلاً لكن بعد الإهانة الأولى يجب أن يُطرد هؤلاء الصهيين لأنهم لن يتوقفوا عند أي حد لا حدود لوقاحتهم من سيطرده؟ الدبلوماسيا المغربية الدولة المغربية الحكومة المغربية ماذا يُطرد؟ الدولة المغربية أو الحكومة المغربية غير قادرة على التعليق فما بهلك بطرد بين قوسين السافر الإسرائيل وإذاً هذه الحكومة لا يمكنها بعجزها وخلوعها وخضوعها لا ينبغي أن تُمثل المغاربة ترسلت مجيب حالها إذاً ما قدتش تحميه لأنهم من أهم الواجبات الدستورية على الحكومة صيانت يد الوطنية وصيانت كرامة المغربية والدفاع المصالح حماية البلاد والعباد وحماية الملوم الدين وإلى غير ذلك طبعاً وإلا فلا لا مفروعية لها هذه الحكومة تُمثل مجيب حالها كل شيء نعم نعم دكتور شوفوا واحد الفيديو الواحد الشاب مغربي رفض التطبيع ورفض المساعدة ثم نعم إن شاء الله شكراً 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 أنا مغربي مشري لا أريد التطبيع ولا أريد معاوة أن السائلين الإسرائيل حاجة الإسرائيل تُقْل في كل بلاد لا نوليد معاوة نعم ولا نوليد تطبيع نعم دكتور وحمن هل هذه الحالة تعكس إرادة العقل الجمعي المغربي أم هي حالة شادة؟ هذا هو الشعب المغربي هذا الرجل هذا الرجل سلم الرحم الذي حمله هذا الرجل هو الذي ينبض بنبض الشعب المغربي وتحدث باسم المغاربة كلهم باسم المغاربة الأحرام هذا هو الذي يمثل الشعب المغربي وبعض الحتالات ممن يحاولون أن يدعوا أو يحاولون تشويش على هذا الرجل هم المشتغلون في أزندة الكيام الصهوري أما هذا الرجل فهو الذي عبر عن ضمير الشعب المغريبي الذي خرج بمسيرة مليونية وبالتالي هذا الرجل جسد القناعة المغربية لكل الفئات الحية في البلاد من أن الفلسطين هي قضية وطنية وكما عبر عنها فالكيام الصهوري هو كيام تدمير هو كيام هدم هو كيام قتل هو كيام اغتصار ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينفى لي على المغاربة بأنه يمكن أن يدعي النبل وأن يدعي الاقتصانية وأن يدعي الإنخراط لأعمال إغاثية وإغاثة الملهوفين والمنكوبين إلى هذا آخر ما يمكن أن يقرن به الكيام الصهيوني الكيام الصهيوني كيام عنصري كيام احتلال كيام استعمار كيام قتل كيام عنصري كيام بغير كيام تراهية كيام هو الشعر المطلق فلا يمكنه هو مثله مثل التعبان طبيعة التعبان أن تفرز السم الحنش كيف يفرز السم وخطع ملأسل والضبط كيف يفرز السم كذلك الصهينا طبع معهم ولا تطبع معهم فهم كيام عنصري كيام القاتل كيام متآمر حنا هدرنا مازال كيف يتآمرون على الدولة نبتها بعدما تآمروا على الشعب وقتلوا المغريبيات وقتلوا المغربة في حراس المغربة وطفلات المغريبيات لأن يتآمرون على الدولة نبتها يتآمرون يرفعون دعوة ضد الماليس ويتعون التركة في العرض وا 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 يتبقى يخف ثم يقوم يتدأوا واجبوا واحد للناس يتطلبوا انه تطردوجوا جلبا ويقولوا انك مره الشرف العلويين تطبوا يهدروا باسم الشرف العلويين وباسم الحسرة الماليكة واحد واحد يستطيعون يهدروا وكل شيء ساكد هذه المصيبة اللي وصلنا في البلاد يعني أنه غادين دبي دمتات بمهلا المغربة لن يطمئنوا إلى أن الصحيح سينتهون بهذه البلاد إلى مطائب ونحن نرى بإم العين هذا الشيء من اللي كنا نقوله هذه السنوات كانوا يقولوا الناس كتبالغوا والآن والآن أنتم كتنفوا على عينكم هؤلما كيقولوا كشركاء في العرض هؤلما كيجيبوا الناس كيبداعوا أنهم جمعية ملائلة سريف وطي ربيت من الأسرة المالكة الحاكمة وفي سدود الجنسي واشطيح الدولة تعلنوا الحدث وهما كيشتحوا مع الشوادة ما بغيناش نديروا القارات نجيبوا الفيديوهات مع أفوات طلعتوا عليهم ولا لا الفيديوهات دعا تشطيح مع الشوادة أيام الحدث على ضحين بيغزال وقالك موجودة أسابيزة كي نقصد زيلزة سليمن كنتما وعنش ما كيتحسبوا سبه هابي ما كان لي يقولوا ما جلو كنتما لك كتنتحلوا الصفة ديالأمراء وديالعلاويين وديالأسرة المالكة الحاكمة كنتما كنتا كنتا محمد العلاوي كنتا بحثا من خليار كنتما إذن هذا الأمر رضي أخذني إلى سؤال الذي مكنه القرار الرسمي بأن يقوم بهذه الأدوار الخانوعة الخابعة والتي لا علاقة لها باستعب المغربي واستعب المغربي هذا الله عبر علي هذا الرجل وعبر عليه فيديوهات أخرى تناقلتها وسائل التواتل الاجتماعي الذين رفضوا تسلم ما يسمى بالمساعدة الصهيونية وبدأوا يحملونها في إيهات أخرى أما المتدرّرين لما علموا أنها جاءت ملكياً صهيوني فرفضوا تسلمهم والجميع شاهد هذا الموضوع وبالتالي فهذا هذا الإدعاء وهذا الإختراق الصهيوني والذي عمل على واجهة أخرى هناك من تابع الموضوع بالتفاصيل وبعض المغربي لم يعلموا بهذا الموضوع وهو الجانب الإبراهيمي في الموضوع لأنه قدمت صلوات مشتركة بين رجال الدين الصهيون ورجال الدين بين المزدوجتين المسلمين الصلوات المشتركة فكما أقاموا صلوات أتويدز وكما أقاموا صلوات الكورونا هم يقيمون صلوات زلزال وللعلم مشاهديكم الكرام بالموازات مع صلوات الإبراهيمية في تبقال وفي المناطق المتضررة من الزلزال في نفس الوقت هناك تقوص أخرى إبراهيمية في الكلابيب على شرف المدعو أندري أزولاي الذي يخرب البلد بدون توقف والذي تسلم في نفس الوقت ما يسمى بوسام صلوات الرئاسي لرئيس الكيان الصهيوني وأقيم بموازات لذلك من توسيمه ما يسمى بشعلة الإبراهيمية والتي شاركت فيها بعض الوجوه الكالحة هنا باسم مواقع معينة وسيكتشف المغاربة بعد أيام فننصر في المرصد هذه التفاصيل وهذه الفضائح وهذه الجرائم وهذه الخيانات فننشرها على المغاربة بعد أيام فقط عن هؤلاء الذين يرقصون وينظمون صلوات إبراهيمية في التلبي ومقترقين سيادة الوطنية وضدا على إرادة الشعب وضدا على قرار الدولة في المناطق المتضررة من الزلزال سنكشف كل هذا وكشفنا بعضه قبل أيام وتنكشف المزيد بعد أيام نعم نعم أستاذ دكتور رحمن ستكشفون هذا الأمر وستفضحونه إن شاء الله وتعالى لكن هناك سؤال مطرح ومطرح بحدة من طرف مجموعة من الفائدين السياسيين أين الأحزاب السياسية؟ أين الحركات الإسلامية؟ أين الجمعيات المجتمع المدني؟ طبعا أنتم لكم دور كبير في هذا الأمر في كشف فضائح وفي كشف تغول الكيان السياسيين لكن أين هي الأحزاب السياسية؟ أين الحركات الإسلامية؟ أين المجتمعيات المجتمع المدني الأخرى؟ أنت أثرت سؤالا مهما لعل بعض الحركات الإسلامية والهيئات تعتبروا أننا نتحدث باسمها لأننا نرأس كلافات هم أعضاء فيها لكن مثلا المرصد المغربي لمناهضة تطبيع فيها هيئات سياسية وفيها أحزاب إسلامية فيها العدل والإحسان فيها حركة توحيد الإصلاع فيها الشبيبات هم فيها أحزاب يسارية مركزة نقابية كل هؤلاء أعضاء في المرصد المغربي لمناهضة تطبيع فهم يعتبرون أنه عندما أتحدث وهم الذين وضعوا في الثقة فإنني أتحدث فيهم صحيح وهناك أخلافات مثل جمعة العمل الوطني من أجل فلسطين هم أعضاء فيها هناك الزبهة المغربي من أجل فلسطين وضد التطبيع هم أعضاء فيها كأحزاب يسارية وإسلامية معتادلين وراديكاليين ومركزة قرية إلى آخر وجهيات حقوقية إلى آخر لكن أنا معك على أنه يجب على الجميع أن يتحدث صحيح أننا نتحدث باسم الجميع لكن ندعو الهيئات حتى خارج الاتلافات أن تصدر بيانات أن تعبر عن حضورها لكي تصل الرسالة حارة وساخنة إلى من يجب أن تصل إليه هذه الأحزاب ضد هذا الذي يجري العدل والإحسان حركة توحيد والإصلاح السبيباتهم قطاع الطلاب يدانهم فدرالية اليسار الاشتراكي بتنظيمتها الفدرالية الديمقراطية للشغل الاتحاد الوطني للشغل الحزب الاشتراكي الموحف النهج الديمقراطي أخشاء أن أنسى الزاب الممنوعة البديل الحضاري حركة من أجل الأمة هذه الهيئات كلها هي ضد ما يجري وتدينه هل من مستمع؟ هل تنتظر الدولة؟ هل تنتظر الحكومة؟ هل ينتظر الجانب الرسمي؟ أن يدخلوا في صدام مع شعبهم وممثل شعبهم للمرة العشر أو العشرين أو المئة نؤكد أننا نتلافى عن الصدام لأن هذا فخص آخر من فخص يونيا لكن را قويتوا علينا بزيف بزيف هات شيء فقويتوا علينا تتروني ذيال الصحيين كيزيدو هات شيء كيزيرو وهو ما وصلوا لكم فما معنى هذا؟ ما معنى أن يقوم كل ما يقوم الآن والجانب الرسمي ساكل كما ما رخصت لهم هم تقدروا اللي بخار تبدن عليكم وخبينة الرجلات فرنسا إنقلب الآن كما كنا نقول إنقلب الآن وأكبح السؤال مطروح على الطائفة اليهودية في المغرب هل هي طائفة يهوديا مغربية؟ أم أنها جالية صهيونيا جالية تابعة اليهودية هذا ما يعنيه لنجيز جوفرين وذهبوا هون رأسا إلى الملاح معناه أن هؤلاء يرى اليهود ديالنا ماشي ديالتون إلا علاش ما نزلت السافير ديال الأمريكا ولا السافير ديال روسيا ولا السافير ديال 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 ألمانيا علاش مسافير موالي هذا مو الضف وكينزل بفتيقة الدكلماتية وكينجوز دولة الاسهار حتى أنه الناس كان يدروا على أنه سابق الماليك وش معناه باقي وصل الرسالة أنه أحنا أصحاب سيادة كما قال واحد من رسال الغليين اللي بغا ينزل يقضي الرقصة يساب ينشيل يقضي الرقصة اللي هو المرجع يديا يديا المصيبة اللي يسمى لها الآن والأسئلة طوحة على قراء المغربة التبعين وقلوبهم تعتصر على ما يدري ولا يمكن أن يستمر له هذا نعم شكرا دكتور أحمد وحمال على هذا الحوار الشيق إلى كانت كلمة آخرة كلمة آخرة أيها المغربية أيها المغربية تتواجه واحد المصيب على مركبة مثال الكيان السهلين والتصنامي اللي تعلينا بالإقرار الرسمي الطبيع سيغرب البلد هذا الكلام قلناه مرارا وهذا يتأكد لمن لم نصدقه قبل أن يتأكد في الواقع هم يعرسمون أن يفرض أمرا واقعا أن السيادة المغربة أطبحت في التلبيب وليس في أطباح وها هم وصلوا الآن إلى رأس الدولة إلى الدولة ورأس الدولة كنا نتحدث وكان يقال لنا أننا مدالغ والآن والأذلة القاطعة أمانكم ماذا أنتم فاعلون للجانب الرسمي وماذا نحن فاعلون كذلك من المفتع السعبين هذا نفس السؤال مطرق لينا ويجب أن غصات نخلينا القناة بالدرجة هذه لما سيأتي سهل يبقى الجانب الآخر وحتاج للمناسبة 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 ونقيم الأمور ونحسب الحسابات بات ما فيه نقطة وفيه موضوع العدالة المجانية اللي جعلت من بعض المناسب عايشين خارج المغريب على هامس المغريب في البنية تحتية السفر ما تصلهم لطرحان متينين ما كيفين تصل حتى المساعدة سيغة في الوقت لازم للإسعافة الأولية اللازمة إلى آخره فنعملنا بإعادة إدماج بحيث يكوننا في نفس مستوى الأخير من الظخرة على مستوى الهينيات التحتية والإسعافة والإغاثة وغيرها في حالة الثوارث هذا موضوع عقل نتركه إلى مناسبة أخرى نحييكم ونوجه النداء للتغارب أنهم يشترون خاصة فيه ضمن الأنف الطائد نعم شكرا دكتور أحمد وحمد رئيس المرصد المغربي لملاهضة التطبيع نضرب لك موعد في لقاء آخر شكرا لمشاهدي موقع رحانة قريس على مشاهدتكم وإلى اللقاء في مناسبة قادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا